موسيقى موسيقى لما نزلوا العلم سنة ستين حصلت مزاهرات في إيرتري بسفة عامة لكن أعتقد أنني فيما نتعط في جدا حصلت مزاهرات نحن عمل مزاهرة نقول بإعادة رفع العالم الإيرتري وخرود الشبابين يطلعوا من البلد أو يقال في حركات التحرير أيام تكتبها ما كانت موجودة حركة التحرير الإيرتري حركة التحرير فيه بعد البيانات كنت أقرح أنا بالعربي بالعربي أيوة هو بيكتب تجرينيا دي عارستا كانت أيوة أقرح بس فهمت حاجة كنت له ما عاوز أقول له أنا أنك فهمت أيوة طاله ما فهمت عمر دين محمد يوسف هذا اللي طالع من البشوكة أخذ معاه ما يقارب ثلاثين قطعة من السلاح لأنه كان مسؤول في نفس في نفس في أربعة وستين وصلنا كلما مع بعض كنا عزينا طلع الميدان جميل فهنا قالوا أنتم سنكم صغير لا نسمع لأنه ما هتقدر هم حرصوا من الميدان للرجال سعب في شباب صغار أيوة وهنا طبعا ما قالوا أرجعوا 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 به أهاليكم أرجعوا أيوة ما في الرجعة الرجعة لا موجودة في ذهني ولا في إمكانتها أيضا ترجع جيت كان بعثك محمود يناي عايزة شير هنا جانب السياسي من الجانب الطبي برافقتها اليوم متزامن كانت المناطق كيف تم إرسالك على أساس المناطق وكيف تم قبولك وتوزيعك فعلا بعدما رجعنا طبعا المناطق عبد عثمان هو المسؤول من توزيع كلها لكي مهمته لم يكن يدخل في شنال آخر جمعونا وقال سارح سليمان يمشي منطقة الثالثة المنطقة الثالثة أيوة وهو في المنطقة وانت في المنطقة الأولى من المنطقة لأنه حرف اللغة حرف المناطق قدر تفهم المجتمع سيوبيا جندت المجتمع هذا وفرت للمتعلم التعليم ووفرت للتاجر المسيحي المال ووفرت للإنسان الشاب وشغل تجنيد العسكري الكوماندوس ما قاموا بهدف الاستهداف معين من المجتمع الإردري جلدوهم جندوا كعساكر أنا أذكر كانوا كانوا تغوحي لكي كوماندوس يعني تعوتوا لكي كوماندوس هناك ناقش وقالوا دي تعتبر خلفيتنا مجتمع أكثر شيء يتعاون معنا في دبلاز مدقى الدبلاز عادة على الدقاء وقالوا لديهم بعض الحاكموه حاكموه قالوا لديهم مفروض واحد يعداب لأن أي جاسوس يعداب يعداب والرسالة تقول هذا عادة تقبل حسبر يتعامل معنا قالوا لا ما ممكن نعدم الراجل لأن علاقة بأهل القرى أكثر من قبل هوات وقالوا لحاكموه ألف بر هناك فيه سراع منظم اللي يتبناه السياس وصل في النساند والثاني سراع قير منظم سراع سلطوي بيستقل التركيبة الجهاوية في سراعه سلام للإنتاج الإعلامي تقدم ملامح من الذاكرة الإيرترية عبر سلسلة محاور لثلاثة عقود من العمل النضالي انتظرونا عبر الروابط التالية موسيقى ترجمة نانسي قنقر